طب كواليس استعداد نادي الزمالك بقى الناحة التانية نادي الزمالك مبارح طبعا ما كانش فيه استعداد اللي هو يتعمل بسبب الحاجات اللي بره الكرة اللي حصلت لكن ما قدروش انهما يكون فيه تدريب حتى جزيجو ميز المدر الفني لنادي الزمالك هو كمان مشتت ادى مقترح انا سمعته من مصادر يعني اتكلمت على انه انا ما عنديش مشكلة خالص في فكرة ان احنا نرجع يعني وننسحب فهو فيه حالة من التشتت انه حتى نفمه اسكر الابيض نادي الزمالك ده طبعا عامل فكة وحتى جمهور ده الزمالك بدأ يحس بالتوتر بسبب ان فيه افكار كتير جدا خرجت بره الكرة نسبة 70% وصل لها الرقم ان النادي الزمالك ممكن انسحب نادي المباراة حالين سحبه ايه هيحصل هيجي برامدز مكانه كبديل كان فيه مقترحين مقترح ان الزمالك لو انسحب يتم تسليم النادي الاهلي على طول البطولة وبعد كده فيه مقترح تاني قالك علشان الشركات الرائع والمنظر برضه العام لازم يكون فيه منافس فقاله هناخد برامدز يكون هو منافس لنادي الاهلي ويخله سراميكا البطرة ياخد البرونزية والزمالك يخرج بدون اي علاقاء بس اعتقد ان ده ليه تأثير كبير جدا على حالة اللعيبة في ناس زمالك التركيز اه التركيز اللعيبة اللعيبة خرجت من تركيزها يعني وده اللي قاله المتحدث الرسمي ان اللعيبة اصلا مش قادرة تتمرن يعني هو اللعبة تكلمه على فكرة انا مش متعاطف مع الفكرة ديت لان برضه يعني خلينا نتكلم باب لغة القرى انت مالكش ده على دعوة اللي بيحصل جنبك يعني كل واحد يركز فرقته زم ما بيقوله الفرق والمؤسسات دايما كبيرة والعندات كبيرة دايما لازم تفصل ممكن مواقف تحصل مفاجأة زي مواقف كهرباء فجأة خرج من معسكر فجأة ارجع فجأة غرامة مليون جنيه لعبة النادي الاهلي عملت حقه يسا جدا منهم تلات كبات كابتن محمد الشيناية وكابتن عمر السولية وكابتن رامر ربيعة قاعدوا مع كهرباء جود لك لكن انت غلطان واحنا هنركز اه قالوا له كده فقاعدة والقاعدة دي تم الاعلان عنها كمان انهما فيه حديث ضربة بينهم الناحية التانية كان لازم يكون فيه دور لكابتن محمود عبد الرزيش كابالة بدور نوى ليدر وكابتن فينادي الزمالية كان لازم ما يسمحش ان اللعبة تخرج بره تركيزها وبرضه اللي امه مما كمان على حتة اللي حصل حصل هو خلاص موقف ان شاء الله بإذن الله يتم محله لكن لازم احنا كنادي ازمالك نستعادل الاهلي لاني برضو زي ما فيه 70% او 60% نسبة انسحاب فيه 40% وانا ارشح الـ 40% لاني ازمالك مش يقدر يخش في مخاطرة اكتر من انسحاب في فترة قصيرة طيب بالنسبة للا عايزة جامعة تانية للنادي الاهلي وتحديدا لوسامة أبو علي تجربته اخر 10 دقيقة في المباراة اللي فاتت ده بيدينا كده مؤشر انه هيبدأ بيه في المباراة اللي جاية ده لا خلاف على وجوده وسامة أبو علي طبعا طبعا ده هو اصلا بالنسبة له هو يحطه وسامة أبو علي هو اصلا بيحافظ على الرغم انه العشر دقيق لفاته ما كانش يعني لمساته ما كانتش دقيقة او بقاله شهور ما بيلعبش واللعاب الوحيد اللي اخد اجازة ده رفض انه هو يخليه المسو الكورة حضرتك لو فاكر في نهاية الدوري كان وسامة أبو علي بينافس مع اللعب فيستون قلالة ماليلي اللي هو مهاجم بيرميدز والهدف اه هدف بيرميدز كان فيستون قلالة في اخر مباراة وكان سجل هدف واحد بس كان قصر رقم وسامة أبو علي وكان خد لقب هدف الدوري ورغم كده مارسل كولر قال له ما تجيش مش هتلمس الكورة قال له طبعا انا خايف على لقب الدوري يروح مني وهدف الدوري يعني قال له يروح انا اهم حاجة عندي الرسط بتاعك وراحتك فلعب واخد راحة قال له فترة الراجل بالنسبة لهم بلوره وقال له انا عندي تخسر القفر داي ولكن انا عايزك في النادي الأهل انت بالنسبة لي رقم واحد فهو جولدن بوي بتاع مارسل كولر يعني ده وسم يتحط ويتحط بعدي التشكيل طب وغيابات بقى نادي الزمالك نادي الزمالك لحد اللحظة ياتم ما نعرفش الحالة الفنية اللعبة للأسف يعني حتى المصابين يعني عندهم موقع يعني هو ده اللفز يعني هو أصلا عندك يعني نبيل عماد دونجا مصاب أساسا وفيه طبعا دلوقتي المشكلة اللي هي بتاع الغرامة اللي هتدفع وان شاء الله يخرجوا يعني فيه كمان يعني باقي اللعيبة اللي هي مش جاهزة والخرجة بره الاسكور زي عمر جابر عمر جابر يمكن بدأ يتحسن ان شاء الله يكون له دور ويكون موجود لكنها الحالة الفنية للعيبة وحتى لا بيشاركوش اللعيبة ديت كلها ممكن يكون مش أساسية أصلا يعني الغيابات مفيش غير هما اتنين نبيل عماد دونجا وعمر جابر نبيل عماد دونجا مؤكفة طبعا هو أساسي في نادي الزمالك وعمر جابر ثم بعد كده الباقي كله يعني لا يرتق انها يكون في تشكيل أساسي النادي الزمالك